و الآن إلى شباك هاشتاك كورونا والذي نرصد فيه تفاعل المواطنين على مواقع التواصل مع مراسلنا شيبة الحمد من السودان أهلا بك معنا في شبابيك والبداية مع تفاعل المستمر للمواطنين السودانيين بخصوص وباء كورونا مرحبا ومرحبا لكل المشاهدين في كل مكان ولعل وسائل التواصل الاجتماعي كانت هي المنفذ الذي قرر من خلاله الكثير من السودانيين أن يعبروا عن وجهات نظارهم حول ما يدور من تعامل على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي مع ملف كورونا الذي هو أبرز الملفات أو الموضوعات التي تم التدول حولها كثيرا في الفترة الماضية منذ إعلان الحكومة عن الحالة الأولى ووصولا إلى ست حالات في السودان وتسعة وتسعين عدد من التسعة وتسعين شخص هم مشتبه في أنهم ربما يكونوا يحملون هذا الفيروس هذا الأمر انعكس على وصائل التواصل الاجتماعي في عدد من الهاشتاغات التي تدعو إلى مكافحة كورونا إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية التي طرحتها وزارة الصحة إلى البقاء في المنازل وعدم التحرك وذلك غضب كبير جدا ظهر في وسائل التواصل الاجتماعي من عدم التزام بهذا الأمر بصورة جيدة تؤدي إلى تفادي وقوع كارثة وانتشار لهذا الوباء نبدأ هذه الجولة حيث نقف مع نون نون تقول أن الوصمة المجتمعية من الكورونا في السودان بقت أسوأ من فيروس الإيدز المرض ما عيب عيب الجهل والدسدساي كتمان المرض أو العرض ونشر المرض للآلاف لآلاف الناس عشان كده الناس تلزم بيوتها خليك في البيت ألزم بيتك كورونا السودان هناك أيضا تغريدة أخرى لموسى محمد سليمان يقول فيها الرعب كورونا يتصدر المشهد العالمي ويغير ملامح المدن إلا عندنا في السودان الناس بتقعد في محلات الشاي والونسة في مجموعات ولمة النسوان في الجبنة في البيوت بالجدول يوميا في بيت زول والليد ورجع أكتر حماسا من زي قبل وهكذا الدوالي اتخيلوا معي بيقول محمد بيقول موسى عفوا اتخيلوا معي سلاسل التواصل بتعمل شنو لو في مصاب موسى يريد أن يحذر من التواصل المجتمعي بهذه الصورة وعدم الالتزام بالتعليمات الصارمة بخصوص التباعد المجتمعي محمد صديق يطرح في تغريدة أيضا وجهة نظر تقول ما زال الشعب السوداني يستهتر بجائحة كورونا وكأنه لا يعلم أن أكبر مستشفية الخرطوم لا تتوفر فيها أكثر من 200 إسطوانة أكسجين وأن عدد الأس الأسرة بالعناية المكثفة والوسط في عموم السودان لا يتجاوز 300 سرير وولاية الخرطوم وحدها تستحوذ على 200 سرير احتياطات السودان لمن كورونا يواصل محمد في حديثي ويقول عليه قبل ما تبقى أناني وتحمي نفسك احمي غيرك وفر له معاقمات وفر له ما يخليه ما يطلع من بيت وفر له ما يحتاجه حتى لا يخرج من المنزل الكورونا تحتاج تكافل اجتماعي ووعي لازم يصل أي إنسان الكورونا لا تتحسم بجلوسك فقط في البيت لازم تقنع وتساهم إنه غيرك يقعد برضو في البيت إلا نبيل نبيل شاكور نبيل يقول صحيفة الجارديان البريطانية تضع صورة الطبيب من السودان أمجد صلاح حراني على صدر صفحتها الأولى بعد رحيله الملهم وهو يقاتل في الصفوف الأمامية حماية للجنس البشري من الوباء الفتاك كورونا ملتحقا برفيقه السوداني الآخر دكتور عادل الطيار الذي سقط وبشرف في ذات المعركة ذودا عن البشرية لهم الرحمة والمغفرة نذهب إلى أشرف أشرف يقول وزارة الصحة شفاء آخر حالة كورونا بالسودان وزارة الصحة السودان أصبح دولة موبوءة مثل إيطاليا حدد العنوان العايز تقراه بعد أسبوعين وكأنما يريد أن يطرح وجهة نظره من خلال تفعيل آراء الآخرين معه ولكن هذا الأمر بالتأكيد يحتاج إلى أفعال ليصل إلى النتيجة التي من خلالها يسلم السودان ولا ينتشر فيه هذا الوباء أيضا تكون الأفعال الأقوال مقرونة بالأفعال نذهب إلى يوسف يوسف يقول كل الفخر والامتنان لطلبة المجال الطب السوداني والكوادر الطبية لتركيب وتوزيع معاقمات عمل خير جميل ونبيل في ظل الظروف الراهنة دمتم لنا ودام الود السودان أنا حقعد في البيت والسودان مبادرات الخير إلى النوراني سنهوري النوراني يقول شباب السوداني ينتفض ضد كورونا كميات من مبادرات التوعية تنطلق في الأسواق والمناطق وكميات من مبادرات تقديم المساعدات وأدوات الوقاية رغم شح الأدوات ورغم قلة الإمكانيات إلا أن شبابنا وطني ومبدع ومبادر ويصنع من اللاشي كل شيء اللهم احفظ السودان من كورونا وأخيرا نقع مع إبراهيم إبراهيم وضع فيديو في هذه التغريدة الفيديو لعدد من الشباب يقومون بتجهيز عدد من الاحتياجات الخاصة بمكافحة وباء كورونا التي تأتي ربما في سياقات مثل تقديم الصابون توزيعه مجانا توزيع معقيمات الأيدي في الأحياء مجانا يقول إبراهيم التحية للجان مقاومة أركويت وهم يدشنون غرفة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا حملة جميلة بجمال شباب الثورة نتمنى أن نشهد مثل هذه الفعاليات بكل أحياء السودان هذه أبرز التغريدات التي رصدناها اليوم من خلال هذا الشباك شكرا لك شكرا لك شكرا